بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والدكتور محمد ألتقياكم في محاضرة جديدة من محاضراتي عن الطاقة المتجددة محاضرتي هذه اليوم عن موضوع بالغ الأهمية في النظري رغم من الكثيرين لا يهتمون به ولا يعيرونه أي أهمية تذكر ويكتفون بالمعلومات البسيطة التي يجدونها عنهم وموضوع لهذا اليوم هو لشاعر الشمسي تكمن أهمية لشاعر الشمسي في المنظومات الشمسية أنه المفتاح الأول لفهم إنتاجتها وحساب هذه الإنتاجية فهو بمثابة الوقود الذي تشتغل عليه هذه المنظومات وخصائص هذا الوقود تحدث صفات إنتاجية المنظومة الشمسية بل وتحكمها وأكبر مشاكل هذه المنظومات مثلا تأتي من خصائص هذا الوقود مثلا تغيره الآن المستمر وصعوبة التنبؤ بسلوكه اليومي والأسبوعي والموسمي لذا أحببت أن أغطي بشيء بسيط من التفصيل بعض أساسيات هذا الموضوع ألم أنه سبق لي أن أعرضت لبعض من التفاصيل الأخرى في محاضرات سابق خاصة في محاضرتي رقم 3 عن حساب كمية هذا الإشعاع في أي موقع من الكرة أرضية طاقة الإشعاع الشمسي مصدر واحد من مصادر الطاقة على سطح الأرض أولا لكميته الهائلة الواصلة للسطح الأرض وثانيا لاستمراريته وعدم انقطاعه على عكس مصادر الطاقة الأخرى خاصة التقليدية كالوقود الحفوري ويمكن لهذا الشعاع أن يخدم كافة مجالات الطاقة التي يحتاجها الإنسان فيمكن إنتاج الحرارة منه والتي يتاح استخدامها للتسخين أو التدفئة أو طهي الطعام أو التبريد ويمكن استخدامه بسبب متعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تستخدم لتشغيل سعر الأجلسة والمعدات والمركبات والتكنولوجيا المستخدمة في ذلك في أغلب الأحيان تمتاز ببساطتها النسبية كما نراحظ ذلك في السخانات الشمسية والألواح الشمسية العامل الأساسي الذي يؤثر على الأشعاع الشمسي الواصل للأرض هو وجود الغلاف الجوي الأتموسفير وتعامل مختلف مكونات هذا الجو مع الأشعاع الشمسي الواصل للسطح الأرض ذرات الغبار وقطرات الماء وذرات الأكسجين والأوزون وتسيئاته المختلفة وباقي العناصر والغيوم كلها تتصرف بطرق مختلفة مؤدية لما نراه من توهين واستطارة وتشتيت في الأشعاع الشمسي الواصل للأرض فلا يكاد يصل إلى سطح الأرض إلا أقل من نصف الأشعاع الشمسي الواصل إلى حافة الغلاف الجوي العليا وأمامكم صورة توضح حاليات الاستطارة والامتصاص والانعكاس والتشتت الذي يتعرض له الأشعاع الشمسي في الغيوم تعكس الأشعاع الشمسي وذرات الغبار تشتته وجهة وجزئات الأكسجين وذرات الأكسجين والأوزون وباقي الذرات مثل ذرات CO2 كلها تجتمع على امتصاص أطوال الموجية معينة منهم الأشعاع الشمسي في طبيعته هو أشعاع كوروموناطيسي يمتد على مدى واسع من أطوال الموجية ما يصل لسطح الأرض يقع في منطقتين أولهما المنطقة الطيفية المحصورة بين طول موجي 400 نانومتر و 10.000 نانومتر وهي التي تضم المنطقة المرئية من هذا الطيف والتي تهمنا في هذا العمل أما المنطقة الثانية فتقع ضمن الأطوال الراديوية وليست لها أي أهمية في هذا الموضوع أمامكم صورة تعرض الجزء المرئي من الطيف الشمسي الواصل للأرض والممثل بالمنطقة الملونة وما يسبقها من جزء ألترا فيولت فوق البنفسجي وما بعدها من منطقة النفرارد بمناطقها القريبة النير النفرارد والبعيد الفار نفرارد ويشكل أمامكم تكبير للجزء المرئي من الطيف الأشعاع الشمسي والخطوط السوداء هي المناطق التي تمتصها ذرات وجزئات مكونات الغلاف الجوي الأرضي من بعض الأطوال الموجية في الطيف طبعا معروف أن العين البشرية تمتلك أكبر تحسس للجزء الأصفر من الطيف الذي يكون بحدود 550 نانومتر نأتي الآن إلى واحدة من أهم التأثيرات التي يعاني منها الإشعاع الشمسي أثناء مروره بالغلاف الجوي والتي تدعى بالإيرماس هذا المصطلح هو تعبير عن طول المسار البصر للإشعاع الشمسي في جو الأرض وطبيعي كلما طال هذا المسار تعرض الإشعاع للتوهين والاستطارة والتشتت والامتصاص أكثر من الإشعاع الذي يمر بمسار الصرير الشكل على جهة اليمين يوضح تخطيطا لقيمة الإيرماس عندما تكون الشمس عمودية تماما على منطقة في الأرض عندها سيكون الإيرماس يساوي النواحن وهذه أقصر مسافة بصرية للإشعاع الشمسي أما لو مالت الشمس بزاوية مقدارها 48.2 درجة فإن الإيرماس يساوي 1.5 ولو مالت بزاوية أكثر مثلا 60.1 درجة سنحصل على إيرماس 2 أما الشكل على يسار الشاشة أمامكم فيوضح قيمة الإيرماس تساوي 0 وهي عندها حدود الغلاف الجوي العليا وقبل دخول إشعاع شمس الغلاف الجوي يمكن أن تجدوا الإيرماس تساوي 1.5 في الكثير من المواقع التي تهتم بعالم منظومات الواحي الشمسي أولها وأهمها طبعا أن قياسات خصائص للواحي الكهربائية والإنتاجية في ظروف القياسية STC لستاندرد تيستين كونديشن تتم عند إيرماس يساوي 1.5 طبعا يضاف إلى باقي الشروط مثل درجة حرارة 25 ميئوية وشدة شعاع الشمس ألف واطئة على ميتر تربية يوضح هذا الشكل ما يحدث بشكل تفصيلي للشعاع الشمسي بقيم إيرماس مختلفة انظروا أولا خط الأحمر والذي يمثل قيمة الطيف الشمسي خارج الغلاف الجوي وعلى حدوده أي إيرماس أو نصفر وكيف تنخفض قيمته بمجرد دخول الغلاف الجوي فاللون الأزرق هو لون Global Radiation بينما اللون الأخضر هو Direct Radiation عند إيرماس يساوي 1.5 وطبعا سيزاد هذا الانخفاض عند قيم أعلى للإيرماس الآن نأتي للتطبيقات الشمسية وإعلاقتها بالشعاع الشمسي بالشيك العام لدينا عائلتين واسعتين من التطبيقات والمعدات التي تستخدم نشاع الشمسي هما عائلة التطبيقات الحرارية Solar Thermal والمنتج فيها هو حرارة تستخدم لغراض تسخين المياه والاختسال أو التدفئ أو التبريد أو تجفيف الفواكه والثمار أما العائلة الثانية هي التطبيقات التي تستخدمه لإنتاجه للكهرباء باختلاف أنواعها وأبسطها هنا هي منظومات الإلواح الشمسي يوضح هذا الشكل الطيف الكورة ومنطيسي لإشعاع الشمسي وهو مقسم بشكل رئيسي لقسمين رئيسي الجزء باللون الرصاصي أو الجري هو للمنطقة التي تمتصها الخلايا الشمسية السليكونية وتنتج باستخدامه القدر الكهربائي بينما المنطقة باللون الأحمر هي المنطقة التي تعمل فيها التطبيقات الحرارية وهي منطقة الإشعاع تحت الحمراء والطيف هنا غير مرئي ولكن له تأثيرات حرارية علما أن هذه التطبيقات تستفاد أيضا من منطقة لغري إذ تمتص ساقط إشعاع الشمسي المرئي في إنتاج الحرارة نأتي الآن إلى واحدة من أهم عناصر نصب المنظومات الشمسية وعلى جميع المشتغلين بها فهمها جيدا بتفاصيلها الدقيق وهي مثل جومتر إشعاع الشمسي وميلان محورها في أثناء ذلك تنشأ ظواهر كثيرة تنعكس على المسارات الظاهرية للشمس كما تبدو للناظر إليها في بقعة من مقاع الأرض من تلك الاختلافات اختلاف المسار الظاهري للشمس في الصيف عن مسارها في الشتاء واختلاف ضروة ارتفاعها في قبة السماء تبعا لذلك وكذلك زيادة طول النهار في الصيف وصغره في الشتاء ترون في شكل عالي اليسار المسارات الظاهرية للشمس نسبة إلى راصد يواجه الجنوب ويقف في نصف كرة الشمالي أعلى زاوية تصلها الشمس تكون في فصل الصيف فتقترب من أن تكون عمودية على نقطة وقوف الراصد طبعا هذه الزاوية تعتمد على موقع وقوف الراصد من كرة رضية في أي خط عرض يقف كما ترون ذلك في الشكل على جهة اليمين بينما تكون الشمس في أوطأ نقطة في السماء عند حلول الشتاء وتحديدا يوم 21 ديسمبر أو كانون الأول قيمت هتين الزاويتين يتم تحديدهما بحسب خطوط العرض لمنطقة رصد الشمس ليس هذا فقط ولكن الزاوية التي تغطيها الشمس في حركتها الظاهرية في الصيف تتجاوز 180 درجة كما ترون ذلك في الشكل على يمين الشاشة بينما تنخفض إلى ما دون 180 درجة في فصل الشتاء ومرأة أخرى قيم هذه الزاوية تعتمد على موقع الراصد في الكرة أرضية هذه النقاط مهمة للغاية لمن يعمل في منظومات الألواح الشمسية عليه إدراكها جيدا واختيار ما يناسب المنطقة التي يعمل عليها والتصميم الذي يحده للمنظومة المطلوبة من الناحية الهندسية يمكن نصف ما سبق بتلالة ثلاثة الزاوية نعمل عليها عند نصب أي منظومة ألواح شمسية كما يوضح الشكل أمامك تصف هذه الزاوية موقع الشمس نسبة الراصد وكيف يرى اللوح الشمسي المنصوب قرص الشمس أمامه والإشعاع القادم إليه منها وهذه الزاوية هي الأزمث أنجل والأكتتيود أنجل وزنيث أنجل وهناك زاوية أخرى تضعف تعلق بزاوية نصب اللوح مقارنة إلى سطح الأرض التي تدعى الثلاثة أنجل نمتظر في هذا الشكل أعلى وستظهر في أشكال لحق أبتدأ أولا بالأزمث أنجل المفترض في من ينصب منظومة الوحش شمسية في نصف الكرة الشمالي أن يكون اللوح مواجه للجنوب بينما يواجه الشمال في نصف الجنوب من الكرة أرضية تقييز زاوية الأزمث انحراف اللوح عن الجنوب فإذا كان اللوح مواجه للجنوب تماما فستكون الأزمث أنجل صفر درجة ونفس الشيء في المنظومة المنصوبة في نصف الكرة الجنوبي حيث تكون الأزمث أنجل صفر إذا كان اللوح مواجه للشمال تماما ويمكن أن تأخذ هذه الزاوية قيما أخرى بحسب توقيتها ذروة الإنتاج المطلوبة فمواجهة الجنوب تعطي ذروة إنتاج ساعة 12 ويمكن أنزحة هذه الزروة شرقا أو غربا بحسب انحراف اللوح ناحو الشرق أو الغرب الزاوية الأخرى هي الاتتتوت عنجل وتقييز هذه الزاوية زاوية ارتفاع الشمس عن الأفق في موقع نصب المنبومة الشمسية وهي الزاوية المحصولة بين المستقيم الوهمي الواصل من الشمس إلى نقطة وقوف الراصد أو اللوح الشمسي وبين المستوى الأفق الذي يضم نقطة وقوف الراصد أو اللوح أعلى قيمة لهذه الزاوية تحدث في 21 حزيران من كل سنة بالنسبة لنصب الكرة الشمالي وأعطى نقطة لها تحدث في 21 ديسمبر كانون الأول والصورتين توضحان معنا هذه الزاوية هناك زاوية أخرى غاية في الأهمية هي تلت أنجل تتعلق بالزاوية التي يصنعها اللوح مع الأفق عند نصبه في موقع ما ترون في هذه الصورة رسما تخطيطيا يوضح تلت أنجل غالبا ما يتم أخذ قيمة هذه الزاوية مساوية لخط أرض منطقة نصب الألواح مع بعض التغييرات الطفيفة بها ورول أوف ثامب هنا أنه يتم زيادة هذه القيمة 15 جرجة إذا تم نصب اللوح على أساس تخطية إنتاج المنظوم الشتاء بينما يتم تقليلها بمقدار 15 جرجة عند الرغبة بزيادة إنتاج المنظوم الصيفا وسبب في ذلك كي تتناسب مواجهة اللوح للشمس مع تغير موقعه في السماء بين الصيف والشتاء وهذا رسم جامع للزوايا الثلاثة السابقة ترون أولا أن اللوح لا يتجه تماما باتجاه الجنوب فهو ينحرف باتجاه الشرق بزاوية هي A sub PV هذه هي زاوية الأزمث ويمكن لهذه الزاوية أن تتغير بين قيمتي زاء 90 وناقص 90 الزاوية الثانية هي Tilt Angle beta sub PV التي يصنع اللوح مع الخط south north ويمكن لهذه الزاوية أن تتغير بين قيمة 0 و90 درجة الزاوية الثالثة هي Altitude Angle التي يمثلها الرمز Y sub S وهي الزاوية بين مستوى الأرض الذي تم نصب اللوح عليه والخط الواصل بين اللوح والشمس ننتقل الآن لتحديد مسارات الشمس الظاهرية في السماء بداهة تتحرك الشمس الظاهرين في السماء من الشرق إلى الغرب ولكن هذا المسار ليس مسارا ثابتا وإنما مسار متغير يتغير بحسب المواسم ويتغير بحسب الموق على سطح الأرض في الشتاء تكون الشمس في أدنى ارتفاع لها ومسارها أصغر ما يمكن وأكد ذلك تماما في الصيف أما في الربيع والخريف المسار الشمسي الظاهري يقع بين هذين المسارين المسار الصيفي والمسار الشتوي وغالبا ما يتم نصب المنظومات الشمسية ذات الزوايا الثابتة على أساس المسار ربيع الخريفة أمامكم الآن مسارين حقيقيين ظاهرين للشمس كما تبدو للناظر بتجاه الجنوب مع وجود العواق وهنا هي إشجار ستؤثر على كمية الشعر الشمسي الذي يراها اللوح عندما تكون زوايا الشمس منخفضة وقريبة من الأفق عند الشروق وعند الغروب في الشكل التخطيط على اليسار يمكن أن تروا المسارين الشتوي والصيفي في أدنى و أعلى زوايا للشمس أما الشكل على اليمين فيظهر قيم الساعات اليومية على المسارين الظاهريين للشمس قيم مواقع الشمس الساعية مهمة لغاية لمن يعمل على إدارة إنتاج الواحي الشمسية لتلبية الطلبات محددة وخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائي وهذا الشكل لنهاي المسارات للشمس الظاهرية في موقع في نصف الكرة الشمالي واجه الجنوب ترون فيه المسارات الشتوية والصيفية وفي المنتصف المسار الربيع والخريف وعلى كل منها توزيع الساعات النهر هذا الشكل هو الذي نعمل عليه في تحديد الإنتاج السنوية الكليا لأي منظومة شمسية تنصف في موقع ما وهذا الشكل وامثاله ترونه كثيرا في البرامج المعدة لحساب السايزينج للمنظومات الشمسية مثل PVS6 وهذا مثال على ما سبق وهي المسارات الشمسية الظاهرية التي يعمل على أساسها برنامج مثل PVS6 في حساب الإنتاج السنوية العام منظومة شمسية نقوم بتصميمها باستخدام هذا البرنامج لنأتي الآن لتفكيك الشعر الشمسي إلى مركبات التي تهمنا في حساب إنتاجات اللواح الشمسي مصطلح الشعر الشمسي مصطلح جامع يطلق على كل أشكال طاقة الضوء القادم من الشمس والساقط على سطح الماء على الأرض وأول ما علينا الانتباه إليه هنا هو التفريق بين المصطلحين الإنجليزيين irradiation و irradiance مصطلح irradiance يشير إلى القدرة الآنية لضوء الشمس الساقط على سطح الماء ويقاس بوحدات الوضع للمتر سكوية من الناحية العملية نقوم بقياس irradiance كمعدل ساعي للقدرة الساقط على السطح لكل ساعة من ساعات النهر والشكل أمامكم يعرض لقيمة solar irradiance في كل لحظة من خلال قيمته على منحة الإشعاع الشمسي تفع وتزداد منذ لحظة الشروق إلى منتصف النهار وتنخفض من تلك اللحظة وصولا إلى الصفر عند غروب الشمس أما مصطلح solar radiation فهو مصطلح يشير إلى كمية الطاقة التي تم استلامها على سطح ماء طيلة فترة تعرضي لإشعاع الشمسي ولو أردنا توضيح المسألة أكثر لنأخذ مثال التعليل لدينا خزان ماء كمية دفق الماء الآنية إلى الخزان هي القدرة أما ما يجتمع من ما طيلة عملية الضخ فهو الطاقة التي تم خزنها وفي جيك الأمامكم تمثل مساحة كل المنطقة المحددة بالمسار الشمسي الظاهر ما نقصده بالإردياشن ووحداتها ووحدات طاقة وهي واط أوار على الميتر سكوة المفهوم الآخر هو الانسليشن ويعني كمية الطاقة التي تم جمعها من سقوط الإشعاع الشمسي على مساحة ما لفترة محددة ممكن تكون هذه الفترة مدة سنة أو شهر أو يوم وهذه الطاقة ستعرف بوحدات كيلو واط أور بير دي أو كيلو واط أور بيرير طبعا ستتأثر قيمة الانسليشن أيضا بالعوامل الجوية وطريقة نصب المنظومة والزوايا المستخدمة في عملية نصبها وكذلك بالموقع المختار لنصبها من سطح الأفضل توضح الصورة في الأعلى خريطة سولر انسليشن عند حدود الغلاف الجوي الأرضي الخارجية ويمكن أن تروا أن العامل المؤثر الوحيد هنا هو الموقع من خطوط العرض لأي نقطة على سطح الأرض أما الصورة في الأسفل فهي سولر انسليشن ولكن بعد دهول الإشعاع الشمسي جو الأرض ووصوله إلى سطحها يمكن أن تروا هنا كيف تأثر هذا الإشعاع بالعوامل الانوائية والبيئية من درجات حرارة ورطوبة وغبار على شدته الواصلة في الصورة السابقة رأيتم أن أحد أسباب تغيير سولر انسليشن هو الموقع من خطوط العرض وتوضح هاتين الصورتين السبب في ذلك لنبدأ داونا بالصورة على اليسار لنأخذ حزمة مكونة من 10 خطوط لإشعاع الشمسي لو سقطت هذه الخطوط على منطقة قريبة من خطة الاستواء بمعنى أن تكون الشمس عمودية فإن هذه الحزمة تسقط بأصغر مساحة ممكنة ويكون تركيز الطاقة فيها 100% على منطقة سقطعة فكلما اقتربت الزاوية من التعامض كانت الطاقة في أعلى قيمته ولكن لو سقطت هذه الحزمة على الأرض بساوية 30 درجة فإنها ستتوزع على مساحة أكبر من المساحة السابقة وستنخفض قيمة سولر انسليشن على هذه المساحة بنسبة 87% من قيمته السابق ولو زدنا الزاوية إلى 60 درجة فإن هزمة إشعاع الشمسي تتوزع على مساحة أكبر مما سبق وتنخفض شدتها إلى 50% من الحالة الأولى أما لو كانت الزاوية تساوي 90 درجة فإن إشعاع لن يسقط على الأرض تماما وستكون قيمة الطاقة التي استلمها سطح الأرض قريبا من الصفر قبل الخوض أكثر لابد من عودة لبعض المصطلحات الأساسية والتي نراها في الكثير من البرامج مثل PVC6 وغيره أول هذه المصطلحات هي Global Radiance أو Global Radiation المقصود بهذا المصطلح كل كمية القدرة أو الطاقة التي استلمها سطح أفقه من خلال السقوط المباشرة جاء الشمسي عليه يضاف إليه الإشعاع المشتد أو المنتشر في الجو وذا ما تكلمنا عن القدرة فستكون الوحدات فقط على متر سكوير المصطلح الثاني هو Diffuse Radiation أو Diffuse Radiance يقصد هنا جزء القدرة أو الطاقة التي استلمها السطح لا يشترط أن يكون أفقه من إشعاع الشمسي المشتد في الجو أو المنتشر فيه على أن يستثنى من ذلك إشعاع الساقط بصورة مباشرة على السطح كما سيتضح ذلك عند الحديث عن الإجهزة المستخدمة في قياس Diffuse Radiation المصطلح الثالث هو Direct Beam Radiance أو Radiation يقصد بهذا المصطلح القدرة أو الطاقة الساقطة بشكل مباشر على السطح بدون أن نأخذ في الحساب ما ينعكس عن الجو أو يتشتت منه على السطح بالنسبة لسطح الأفقي يقاس كفرق بين إشعاع الكلي المقاس والإشعاع المشتد أو المنتشر المصطلح الرابع هو Reflected Radiance أو Reflected Radiation يقصد بهذا المصطلح كمية القدرة أو الطاقة التي تنعكس على سطح الأرض وتسقط على سطح حميد بزاوية عن سطح الأرض نأتي الآن إلى واحد من أهم الكميات التي يشتغل على أساسها من صميم المنومات الشمسي خاصة التي تعمل بخاصة التبع التراكينج وهي Direct Normal Radiance ومختصره DNI ويعرف بأنه كمية الشعر الشمسي الذي تستلمه وحدة المساحة التي تكون دائما متعامدة مع الشعر الشمسي الذي يسقط عليها بشكل مباشر بهذا الشكل يمكن تعظيم إنتاجاتي للواحة الشمسية بجعلها تتبع قرص الشمس بحيث يكون الشعر سقط عليها متعامدة مع مستوى وهذه خارطة توضح توزيع Direct Normal Radiation في المنطقة العربية وباقي دول الإقليم ويمكن أن تروا قيمة هذا الشعر الكبير في المنطقة العربية ودليل الخارطة اللوني في أسفلها يعطيكم دلالة كل لون من ألوان الخريطة على كمية طاقة راديشن الصاقط على تلك المنطقة أو تلك البقعة من الأرض نأتي الآن إلى Global Horizontal Radiance وهو دلالة على كمية الشعر الكلية الصاقط على سطح وفقي على سطح الأرض سواء كانت ناتجة عن السقوط المباشر على سطح الأرض أو ما يعكسه الجو من الشعر مشتت يسقط على ذلك السطح على هذا يكون التمثيل الرياضي لهذا الشعر وفق العلاقة الرياضية Global Horizontal Radiation Signed Direct Normal DNI مضروبا في Cosin Theta سائدا Diffuse Horizontal DHI وثيتا هنا هي الزاوية بين العمود على السطح وشعر الضوء والساقط مباشرة على السطح وعندما تكون ثيتي سانة صفر نحصل على شمس متعاملة تماما مع السطح وهذه خارطة توضح Global Horizontal Radiation الصاقط على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويمكن أن تروا كمية الطاقة الشمسية الضخمة التي تستلمها هذه المنطقة مقارنة مع الدول الجنوب أوروبا مثلا الكمية الأخرى التي نتحدث عليها هي Diffuse Horizontal Radiation وهو تعبير عن كمية الإشعاع الشمسي الذي يسقط على سطح الأرض دون أن يشمل ذلك الإشعاع الساقط مباشرة على السطح أي كل الإشعاع الشمسي المنعكس من الجو المحيط بالسطح الوفقي كما يوضح ذلك الشكل أمامكم وهذا مخطر تم قياسه لأحدى المناطق يضر قيمة مركبات الإشعاع الشمسي المختلفة اللون الأصفر هنا هو Direct Beam وهذا الشكل هو ما يراه أي لوح شمسي يعمل بمنظومة تتبع بمحورين وليس ثابت أما اللون الأحمر فهو الشعر الشمسي الكلي بينما اللون الأزرق والشعر المشتت أو المنتشر النوع الآخر هو Global Tilt Radiance ويقصد به كمية الشعر الشمسي الذي استلمه لوح يميل عن الأفق بزاوية طلت معينة سواء كان ثابتا أو متحركا بتتبع قرص الشمس والشكل أمامكم يوضح هذه المسألة علي اليسار ترون Global Horizontal Radiance وسقوطه على سطح أفقي وطبعا هو ناتج من Direct والDiffuse أما في الوساط فترون Global Tilt Radiance شعاع الشمس هنا يسقط على سطح مائل إضافة إلى Diffuse Radiance الذي يسقط على اللوح أيضا أمامكم المعدات التي يتم استخدامها لقياس مركبات الإشعاع الشمسي المختلفة جهاز قياس Diffuse Horizontal Radiance أما الجهاز الثاني فهو متحسس Global Horizontal Radiance الذي يقيس كل إشعاع الشمسي الساقط المباشر والمشتت وأخيرا هناك متحسس Direct Normal Incidence المتحرك الذي يتبع قرص الشمس ويسجل قيمة إشعاع الشمسي القادم مباشرة مع حجب كل ما عداه من إشعاع منتشر أو مشتت الآن نأتي لكمية نستخدمها جميعا في وصف القدرة المتاحة من الإشعاع الشمسي في منطقة ما وهي Peek Solar Hours أو Peek Sun Hours وهذا المصطلح يشير إلى كمية الطاقة التي تم جمعها أثناء وقت وجود الشمس في ذلك الموقع من لحظة شروقها الأولى إلى لحظة غروبها الأخيرة وتعرف بأنها ساعة فيها قدرة إشعاع الشمسي المسجل هي ألف واطح الميتر سكوير طبعا ستكون أشهر الصيف الأغنى بهذه الساعات مقارنة بأوقات الشتاء لذلك يتوم أخذ المعدل السنوي لها ومن الطبيع أن قيمتها تختلف من مكان لآخر في العراق مثلا نصل إلى 5.2 ساعة كمعدل سنوي بينما في ألمانيا مثلا قد نجدها بحدود 3.2 ساعة سنوية كيف نحسب Peek Sun Hour؟ الطريقة المتبعة هي حساب كمية الطاقة الشمسية التي تم استلامها في موقع الماء ومن ثم نحسبها بدلالة النسبة إلى ألف واط على الميتر سكوير مثلا إذا كانت كمية الطاقة التي تم استلامها في موقع الماء هي 4500 واط أور أقسم هذه الكمية على ألف واط على الميتر سكوير سنحصل على 4.5 أور وهذا الشيء الذي يوضح الفكرة السابقة يريكم كيف أننا نقوم بجمع كل إشعاع الشمسي الذي تم استلامه خلال ساعات النهر كأننا نجمع الماء في أقضاح وبعد ذلك نجمع كل الماء لنحصل على كمية الماء النهائي وهي هنا بمثابة الطاقة التي حصلنا عليها في هذا المثال كمية الطاقة التي جمعناها طيلة ساعات النهار كانت 6650 واط أور على الميتر سكوير لأننا في الحقيقة أمام موقع في بيكسولر أور تساوي 6.65 ساعة نأتي الآن لكيفية تغيير إشعاع الشمسي على سطح أفقي خلال أشهر السنة أمامكم قيم قياسات حقيقية مسجلة لمعدلات شهرية لإشعاع الشمسي وطبيعي أن أعلى معدلات ستكون في أشهر الصيف وأقلها في أشهر الشتاء وهذا الشكل يوضح لمعدلاتي الشهرية لكمية الطاقة الشمسية المسجلة يوميا في أحد المناطق وتستند أغلب البرامج الحاسوبية المعدة لحساب إنتاجية المنظومات الشمسية على استخدام هذه القيمة في إجراء حساباتها وهي كمية مألوفة لمن يعمل على هذه البرامج هذه قناتي على اليوتيوب بإمكانكم مشاهدة ورحمة المحاضرات التي تحتاجونها إذا أعجبتكم المحاضرة فلا تبخلوا بإظهار الإعجاب عليها وبإمكانكم الاشتراك المجاني في قناتي من خلال اللغط على سولر وهذه صفحتي في الفيسبوك بإمكانكم التواصل معي من خلاله شكرا لكم وأتمنى لكم يوم سعيد